الحمد لله واحد أحد فرض صمد لا والد ولا ولد رب عزيز عظيم له الجبين قد سجد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة وما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته وأشهد أن القائد والقدوة محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وقليله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة صابر وصبر وجاهد وانتصر وواصل الليل عملا دؤوبا حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم ارض عن الذين اتبعوه وأيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون حياكم الله وبياكم مشهدي الكرام في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الشيعة في الميزان بينا في الحلقات السابقة منزلة إمامة الاثنى عشر وكيف أن هؤلاء القوم عبدوا أئمتهم من دون الله سبحانه وتعالى حتى قالوا في أخبارهم أنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء مئة وعشرين مرة ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها نبيه بالولاية لعلي والأئمة من بعده أكثر مما أوصاه بالفرائض وبهذا الضلال يهذي شيوخهم حتى قال أحد مراجعهم وآياتهم في هذا العصر إن أعظم ما بعث الله تعالى به نبيه من الدين إنما هو أمر الإمامة هذه منزلة إمامة الاثنى عشر في دينهم ولا أدري أين سند هذه المنزلة وأين سند هذه الإمامة المزعومة والقرآن العظيم كتاب الله تبارك وتعالى ذكر فيه الشهادتان أركان الإسلام الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج لمن استطاع عليه سبيلها ولا شأن أبدا لذكر ولايتهم هذه لا من قريب ولا من بعيد لا تصريحا ولا تلميحا وكانت مسألة الإمامة بمفهوم الشيعة تعني أن هناك خلية سرية وضعت لأتباعها هذا المبدأ حتى وقف منها كما قلنا قبل ذلك وقف أمير المؤمنين من هذه الخطة ومن تدبير هذه الخلية موقفا حازما وصارما فتعقب ابن سبأ ونفاه إلى المدائن ونفى ما حاول إشاعته من أفكار في المجتمع الإسلامي حتى تذكر كتب الشيعة نفسها أن علي قتله هو هو ابن سبأ الذي كان يؤله علي من دون الله وهو هو الذي كان يقول برجعة علي أول من قال بفرض إمامة علي بن أبي طالب ورجعته وأول من قال كان يقول علي أنت أنت أي أنت الله الذي لا إله إلا هو فأحرق علي أتباعه بالنار وهرب ابن سبأ ثم بعد ذلك نفاه علي بن أبي طالب إلى المدائن فعادت هذه الخلية تدعو لهذا المبدأ من جديد في سرية تامة وكانت تقول في عصر علي غضا كما يظهر من إسناد النص إليه ولايتنا ولاية الله التي أصر بها إلى جبرائيل هكذا يسمونه في دينهم وجبرائيل أصر بها إلى محمد ومحمد أصر بها إلى علي وعلي أصر بها إلى من شاء ثم أنتم تذيعون ذلك يعني الإمام هنا يعاني بشيعته كما يقولون طبعا هذا كله من أبطل الباطل وننزهه آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الكلام كله كله زور وبهتان وافتراء عليهم قال أنتم تذيعون ذلك وكأنه يعني يريد أن ينتشر هذا الدين في سرية تامة وكأنها عصابة معاذ الله تريد نشر هذا الدين بين الناس حتى يقبلوا بشكل سري مخابراتي فقال ثم أنتم تذيعون ذلك عتاب لشيعته ونحن نقول لهؤلاء إذا كانت الولاية الصن والنبوة أو أعظم كما تقولون فلماذا تكون محاطة بهذا الجو من الكتمان والسرية حتى أن رسول الله الذي أمره الله أن يبلغ ما أنزل الله يخفيها ويكتمها ويسربها إلى علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب يسربها إلى من شاء الله تلاحظون أيها الإخوة أن هذه النصص تحاول إخفاء هذا الدين وهي تبين بوضوح وجلاء أن واضع هذه الأسطورة دين الإمامية الاثنى عشرية من أولئك المرتزقة الذين أرادوا النيلة من الأمة ودينها ونسبوا ذلك كله إلى آل البيت ولذلك حطوها بجود من الكتمان والسرية هنا سؤال مهم لماذا تم حصر الأئمة بعدد معين قلنا قبل ذلك لماذا الأئمة اثنى عشر لماذا لا يكونوا خمسة عشر أو سبعة عشر ولهم قرون مديدة لماذا لم يكونوا عشرين ثلاثين خمسين مئة على سبيل المثال هناك حديث رواه أصحاب السنن الخلافة بعد ثلاثون سنة فلماذا لا تكون إلا يكون الأئمة مثلا عدد لا حصر لهم لماذا تم حصرهم في هذا العدد المعين قلنا لابن سباء كاد ينتهي بأمر الوصية عند علي وينتهي هذا الدين طبعا هذا الدين الحال الذي عليه الإمامية الاثنى عشرية ليس هو دين ابن سباء في الحقيقة هو امتداد في العقائد لابن سباء أي نعم ابن سباء هو الذي قال برجعة الأئمة هو الذي قال بالوصاية كما يقول بها شيعة اليوم كما قال الصدوق يعني الصدوق يقول يقول لكل نبي وصي وأن عدد الأوصياء 124 ألف وصي وكتب الشيعة تتفق على أن أول من وضع هذا الفكرة هو ابن سباء هو أول من قال برجعة علي هو أول من كاشف مخالفيه وكفرهم كما في رجال الكشي وأول من قال بالوصية وكان يهوديا يهوديا الأصل لكن لما أسلم أظهر هذه المقالة فعليد نبي طالب القصد أن ابن سباء كاد ينتهي تماما بأمر الوصية عند علي بن أبي طالب وتنتهي المسألة وتنتهي القصة لكن جاء في القرن الرابع الهجر مجموعة من الزنادقة الأربعة الدجاجلة الكذبة اخترعوا مسألة الإمامية الاثنى عشرية لم تكن هناك إمامية اثنى عشرية أصلا كان هناك كما قلنا السبائية الذين يقولون لابن علي بن أبي طالب هو الإله هو وصي النبي هو مستحق للخلافة بعد النبي مباشرة ثم أتت الفطحية والإسماعيل والموسوية والوقفية في القرون الأربعة لكن الإثنى عشرية ظهرت في القرن الرابع الهجري من خلال السفراء الأربعة عثمان بن سعيد العمري وابنه محمد بن سعيد محمد بن عثمان بن سعيد وعلي بن محمد السمري والحسين بن روح النبختي دول الأربعة السفراء الذين اخترعوا دين الإمامية حتى يستمر دينهم المزعوم إلى يوم القيامة طبعا احنا قلنا ما فائدة هذا الكذب الذي وضعوه للناس وضللوا الأمة ملايين من الشيعة تتبعهم في كل العالم كانوا مستفيدون من ذلك استفادة وبينا قبل ذلك في الحلقة السابقة أو قبلها أنهم مستفيدون من ذلك استفادة مادية عظيمة وتكلمنا عن الشلمغاني محمد بن علي بن الحسين بن أبي العذاقر المعروف بالشلمغاني الشلمغاني يعني اتفق مع هؤلاء السفراء وكانوا ثلاثة عثمان بن سعيد وابنه وعلي بن محمد السمري لم يكن هناك الحسين بن روح النبختي هو كان المفترض أصلا أن الشلمغاني هو يكون السفير الرابع لهؤلاء السفراء لكن اتفقوا في عملية نصب ودجل فأتوا بالحسين بن روح النبختي فقال الشلمغاني إذن نقسم هذه الأموال أموال الخمس خمس المكاسب التي يجمعونها ويزعمون أنها تذهب للمهدي ليستعين بها على قتال أهل السنة النواصب كما يزعمون في دينهم العدو اللي دد بالنسبة لهم أهل السنة الذين ينكرون هذا المهدي فاختلف الحسين بن روح النبختي مع الشلمغاني فوش به فقتلوه الشلمغاني قال كلمة قبل ذلك مهمة جدا وقفنا عندها وقد أشرنا إليها قال والله لقد كنا نتهارش عليه تهارش الكلاب على الجيف أي على خمس المكاسب هذا مسألة مسألة أموال مسألة مادة واليوم أيضا في كل المزارات مزارات الشيعة في قم وكربلاء والنجف وفي مدينة كاشان في إيران جعلوا قبر أبو الأولوية المجوسي قاتل أمر بن الخطاب اليوم قننته هناك العمائم والمراجع وجعلوا حوله الأسوار وجعلت الناس تدفع في صناديق النظور الأموال التي لا حصر لها فاستفادوا منه من جهة اقتصادية هكذا يضحكون على عوام الشيعة وخدعوهم باسم الخمس خدعهم هؤلاء المراجع والمعممون إلى يوم الناس هذا وكانت هذه الخلايا الشيعية كما قلنا تعمل في صمت ومع ذلك فكانت قد تصل بعض هذه الدعاوة إلى بعض أهل البيت فكانوا ينفونها نفيا قاطعا كما فعل جدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حتى استخدم هؤلاء الكذابون عقيدة التقية حتى يسفل نشر دينهم وهم في مأمن من تأثر الأتباع جاء في أصول الكافي في المجلد الأول في الصفحة 123 طبع الدار المرتضى أن زيد بن علي قال لأبي جعفر كنت أجلس مع أبي على الخوان فيلقمني البضعة السمينة ويبرر لي اللقمة الحارة حتى تبرد شفاقة علي ولم يشفق علي من حر النار إذن أخبرك بالدين ولم يخبرني به قال فقلت له جعلت في ذاك من شفاقته عليك لم يخبرك خاف عليك أن لا تقبله فتدخل النار وأخبرني أنا فإن قبلت نجوت وإن لم أقبل لم يبالي أن أدخل النار هذه الرؤية جاءت تفصيلا في رجال الكش في كتبهم أهم كتبهم في رجال أن شيطان الطاق هو الذي بدأ يشيع القول بأن الإمامة محصورة بأناس مخصوصين من ألي البيت طبعا شيطان الطاق هو محمد بن علي بن أبي طريفة ابن النعمان بن أبي طريفة البجلي الملقب بأبي جعفر الأحول أبو جعفر الأحول هذا المجسم المعروف حضر زمن السفراء الأربعة وكذلك عاصر عليه زين العابدين وكان من ثقاتهم وروعا كثير من آل البيت طيب حتى أن الشيعة كانت تلقبه بمؤمن الطاق وكان يطلق على نفسه أيضا هذا اللقب ويقال بأن الذي لقبه بشيطان الطاق هو هشام بن الحكم بالعداوة الشديدة التي كانت بينه وبينه شيطان الطاق ماذا قال؟ قال طبعا زيد بن علي هنا ابن علي زين العابدين يسأله قال بلغني أنك تزعم أنك تقول أن في آل محمد إماما مفترض الطاع قال نعم وكان أبوك علي بن الحسين منهم فيقول زيد كيف ذلك؟ وكان أبي يأتي باللقمة الحارة فيبردها قبل أن يضعها في فمي شفقة عليه كان يشفق علي أو أكان يشفق علي من حر اللقمة ولا يشفق علي من حر النار لأنه لو لم يعلم إمام زمانه أو لم يبايع إمام زمانه سيدخل النار في معتقدهم فقال قال الشيطان الطاق هذا كره أن يخبرك فتكفر فلا تكون له فيك الشفاعة وينقل الأستاذ محب الدين الخطيب هذا النص من تنقيح المقال ويعقب عليه فيقول وهكذا اخترع شيطان الطاق أكذوبة الإمامة حتى صارت أصلا من أصول الديانة عند القوم واتهم الإمام علي زين العابدين بأنه كتم أساس الدين واتهم ابنه الذي هو من صفوة آل محمد كما اتهم الإمام زيدا بأنه لم يبلغ درجة أخص الروافض في قابليته الإمانة بإمامة أبيه والشيعة هم الذين يرون هذا الخبر في أوثق مصادرهم ثم يعلنون فيه أن شيطان الطاق يزعم بوقاحته أن الإمامة زيدا لم يكن يعلم عن والده ما يتعلق بأصل من أصول الدين عندهم ثم يقول الأستاذ محب الدين الخطيب وليس هذا بكثير على شيطان الطاق الذي روى عنه الجاحظ في كتابه عن الإمامة أن الله لم يقل ثاني اثنين إذ هما في الغار بل يرى القاضي عبدالجبار الهمداني أن الذي ادعى النص وجرأ الناس على شتم أبي بكر وعمر وعثمان هو هشام بن الحكم وكذلك جرأ الناس على شتم المهاجرين والأنصار هو أول من ابتدأه ووضعه وما ادعى أحد هذا النص قبلهم إذن هشام بن الحكم وشيطان الطاق هم من أحيوا نظرية الإمامة في علي بن أبي طالب وعمموها في مجموعة من سلالة أل البيت في مجموعة من أولاد علي بن أبي طالب حتى يستمر دينهم هذا إلى يوم القيامة طبعا لا يخفى على شغيف علمكم أن أول كتاب ظهر للشيعة هو كتاب سليم بن قيس الهلالي وهذا الكتاب كان من أهم أسباب الطعن فيه وإسقاطه عند الشيعة هو أنه أورد الآئمة ثلاثة عشر إماما وطبعا هذا ينسف بنان الاثن عشرية من أصله كيف ذلك؟ والشيعة في كل مروياتها تقول بأنهم اثنى عشر فكان هذا سببا عظيما للقطح فيه العجيب والغريب أن كتاب أصول الكافي هنا هو نفسه أورد هذه الحقيقة فهل يرجع الشيعة شيعة اليوم أو قبل اليوم أن يسقطوا هذا الكتاب أو أن يطعنوا فيه بحجة أنه أورد الأئمة ثلاثة عشر في مروياته لا يستطيعون لأنهم سيهدمون دينهم سيهدمون دينهم ننظر في كتاب في كتاب أصول الكافي في الصفحة 409 طبعا الضار المرتضى عن أبي جعفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي ينزر الأرض يعني أوتادها وجبالها بنا أوتد الله الأرض أن تسيح بأهلها وفي لفظ بنا أوتد الله الأرض أن تسيح بأهلها فإذا ذهب الاثنى عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا هذا النص أفاد أن أئمة الشيعة ثلاثة عشر قلنا أن هذا كان سببا للطعن في الكتاب المتقدم ونصوص الشيعة في إسقاط كتاب سلام بن قيسي كثير جدا ليتسعوا المقام لسردها فلماذا لم تسقطوا هذا الكتاب الذي ذكر هذه الحقيقة لماذا لا تتهم صاحبه بالكذب والدجل لماذا لا تقولون بأن هذه الرواية مثلا باطلة وتبينون وجه بطلانها مع أنها ثابتة في مرأة العقول لا يستطيع الشيعة ولا يجرؤ أن يسقطوا هذا الكتاب لأنه أهم الكتب الأربع عند الشيعة وأعظم كتاب في دينهم يبقى هذا النص كما قلنا ينسف بنيان الإثنى عشرية ولذلك حاول التوصي أن يتصرف في هذا النص وأن يتلاعب به في كتاب الغيبة تحديدا في صفحة تنين وتسعين أورد الرواية فقال فيها إني وإحدى عشر من ولدي قال رسول الله إني وإحدى عشر من ولدي وأنت يا علي لكن الرواية فيها إني واثني عشر فأراد أن يعني يجعل الأئمة عددهم إثنى عشر فقال إني وإحدى عشر كذب في النص في كتاب الغيبة في صفحة تنين وتسعين تأتي الرواية في الجهة المقابلة أيضا عن أبي جافر عن جابر بن عبد الله الأنصري قال دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت إثني عشر آخرهم القائم ثلاثة منهم علي وثلاثة منهم محمد أيضا هذا النص يسقط بل ينسف إمامة الإثنى عشر في دين الشيعة كيف ذلك؟ مثل النص السابق مباشرة هنا ذكر الأئمة أيضا ثلاثة عشر لماذا؟ الرواية تقول إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي إذن الاثنى عشر ما علي صاروا كم؟ ثلاثة عشر هذا مخالف في دين الشيعة هذا مخالف وهذا إشكال كبير جدا جدا في دينهم كيف يكون الإمامة ثلاثة عشر أنت تنسف هذا المعتقد كله من أصله ولذلك حاولوا أيضا أن يتلاعبوا بهذا النص ماذا فعل دن بابويه الصدوق في كتاب الخصال وكتاب أخبار عيون الرضا ماذا فعل في هذا النص؟ حاول أن يتلاعب به فقال إني قال دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء فعددت إثنى عشر وأسقط كلمة من ولدها أسقط كلمة من ولدها حتى يدخل عليه في الموضوع لكنه وقع في إشكال آخر في بقية الرواية هذا الجزء طيب سنمشي لك هذا الجزء وسيمر على الناس إني عددت عفوا بين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها؟ لا أسقط من ولدها حتى يدخل عليه في الموضوع لكن بقي الشطر الثاني في الرواية فعددت إثنى عشر آخرهم القائم ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي ثلاثة المشهورين بعلي من ولد فاطمة أو من الأيمة الإثنى عشر علي الهادي وعلي زين العابدين وعلي غضاء لو أن علي من الأيمة الإثنى عشر يبقى إذن هناك أربعة علي وليس ثلاثة علي أمير المؤمنين يضافل علي الرضا وعلي الهادي وعلي زين العابدين ماذا يصنع الدم بابوي وقع في إشكال أكبر فتورط في هذه المسألة فأورضها كما هي في كتابه الخصال ولم يغير فيها الذي أريد أن أقوله يا الأخوة يعني أنت أيها الشعي وأنتم يا مراجع ومعممي الشيعة طعنتم في كتاب سليم بن قيس فأسقطتموه لأنه ذكر هذه الحقيقة ولم يتغافل عنها لكن هذه الحقيقة موجودة في أهم كتبكم الأربعة الشيعة عندها جوامع حدثية ثمانية الجوامع الأربعة المتقدمة أهم كتاب فيها الكافي هذا قالوا أن الكافي عرض على المهدي فقال الكافي كافي لشيعتنا الكافي والاستبصار والتهديب استبصار والتهديب للتوصي ومن يحضره الفقيه لابن بابويه القمي يبقى الكافي والتهديب والاستبصار ومن يحضره الفقيه أهم كتب متقدمة لهؤلاء القوم فأسقطتم كتاب سليم بن قيس ولم تستطيعوا أو تجرؤوا أن تسقطوا كتاب الكافي لمحمد بن عقوب الكوليني نأتي إلى مسألة مهمة أيضا قلنا حصر الأيمة بعدد معين عمل لهم إشكال كبير جدا ووقعوا في ورطات لا حصر لها نأتي إلى أن ننقض هذه المسألة الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسول وأولي الأمر منكم ولم يحصر سبحانه وتعالى أولي الأمر بعدد معين وهذا وضح في القرآن الكريم وأمر تعيين الإمام من أعظم أمور الدنيا فهو صنو النبوة أو أعظم كما يعتقدون فكيف لا يذكره الله سبحانه وتعالى وكيف لا يبينوا عدد الأئمة وكيف لا يذكرهم بأسمائهم وأعيانهم في القرآن الكريم وهذا لم يحدث وهذا كله لم يحدث لا يوجد لأئمتهم ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى وليس هناك نص صريح متواتر في تعيين الأئمة بل ليس هناك نص في تعيين إمام واحد من الأئمة لا يوجد نص واحد يقول بتعيين إمام واحد بذكره واسمه وصفته في القرآن الكريم ولذلك لم يوقت النبي عليه الصلاة والسلام ولاة الأمر في عدد معين بل جاء ما يخالف ذلك في الصحيحين قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأوطيع وإن كان عبدا حباشيا مجدع الأطراف تسمع وتطيع لكل أحد لكن ما خص أحدا بإسم ولا وصف ولذلك موجود هذا الكلام أيضا في فرق الشيعة المبختي والشيعة تاه زمانا طويلا كما لا يخف عليكم حتى ألف توصي كتاب عنوان التبصرة والإمامة في عصر الحيرة تاه زمانا طويلا في تعيين الإمام تاهوا لا يوجد لهم إمام ولم يوجد نصوص يتم تعيين الإمام من خلالها فوقعوا في حيرة عظيمة يعلمها القاصي والداني وهذا كتاب نهج البلغة أيها الإخوة كتاب نهج البلغة هو أصح كتب الشيعة وهو أخ القرآن كما يقولون لأنه من خطب الإمام عليه عليه السلام هذا الكتاب لا ذكر فيه للأئمة بأسمائهم ولم يعين الأئمة ولم يعين عدد معين للأئمة بل جاء فيه ما ينقض حصر الأئمة في عدد معين فقال من كلام الله عليه السلام وإنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجلا ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح به بر ويستراح من فاجر الشيعة تزعم أنها تصدق بكل حرف جاء في النهج في هذا الكتاب هذا الكتاب لم يحدد الأئمة في 12 إماما فأين تذهب الشيعة وهي تزعم أنها تصدق بكل حرف جاء في النهج ومسألة حصر الأئمة بعدد معين أيها الإخوة تخالف منطق العقل ولا يقبلها العقل ولا يقبلها الواقع لماذا؟ لأنه بعد أن ينتهي هذا العدد من الأئمة إلى أين يذهب الشيعة؟ إلى أين يذهبون؟ إذا انتهى الـ 12 عدد الأئمة إلى أين يذهبون؟ هل تظل الأمة بدون إمام على معتقد الشيعة؟ يعني عصر الأئمة كله عند الشيعة كان بلغ قرنين ونصف من الزمان فقط أين؟ ماذا يفعل الشيعة حينئذ للخروج من هذه الأزمة؟ هذا الزمان الطويل ماذا يفعلوا؟ لجأوا إلى مسألة نيابة المجتهد عن الإمام لكن اختلفوا أيضا في حدود هذه النيابة اختلفوا في حدود النيابة ثم اضطروا حينئذ في العصر الحالي للخروج نهائيا عن هذا الأصل الذي يخالف أصل قاعدتهم في الإمامة فماذا صنعوا؟ جعلوا رئاسة الدولة تتم في العصر الحالي عن طريق الانتخاب لكنهم خرجوا حينئذ من حصر العدد إلى حصر النوع فوقعوا في إشكالات كثيرة وقصروا رئاسة الدولة على الفقيه الشيعي ثم وقعوا أيضا في إشكال آخر ماذا يصنعون؟ أصلا الشيعة لا تستطيع أن تستدل على هذه الإمامة كما قلت من هذه الكتب ولا من أي كتاب عندهم بل جاء ما يخالف ذلك يعني لو قلنا مثلا كتاب الغيبة وقد أشرته إليه هو متخصص في المهدي هو ينقض وجود المهدي أصلا ويثبت أنه لم يولد ولم يوجد له عقب سنتعرض لهذا كل بتفصيل في وقت إن شاء الله فماذا صنعوا؟ حاولوا أن يستدلوا على معتقدهم من كتب أهل السنة وهذا أمر عجيب جدا يقولون عندكم في صيح مسلم حديث 12 خليفة حديث جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش تعلق الإسنعشرية بهذا الحديث لا على أساس أنهم يقولون بصحة ما جاء في كتب السنة ولكن ليحتاجون به على ما نسلم به في كتبنا على أساس أنه صحيح يعني في كتبنا طيب هذا الحديث كيف يستدل الشيعة على إمامتهم؟ وهذا الحديث المذكور فيه 12 خليفة وليس 12 إماما والإمامة عندهم شيء زائد على الخلافة لأن الإمامة عندهم تقتضي ولا تكونية تخضى لها جميع ضرارات الكون تقتضي أن الإمام يحيي ويميت يسير السحاب يسير الكون يحاسب الناس يوم القيامة يقسم الأرزاق ونحو ذلك من الغلو الذي يصل بأصحابه إلى حد الكفر عياذا بالله طيب المسألة الثانية هؤلاء الإسنعشر كانوا في الحديث نسبهم الحديث إلى قريش قال كلهم من قريش فقال صلى الله عليه وسلم كلهم من قريش ولو كانوا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لقال كلهم من بني هاشم ولا شك أن الهاشمية أخص من قريش والعادة جرت أن تكون النسبة إلى أقرب نسب فلو كانوا هؤلاء الأئمة هم من نسب النبي من آل بيت النبي لو كانوا أئمة من آل بيت النبي كما تقول الشيعة لنسبهم وقال أنهم هاشميين لما قال في قريش عمامها المسألة الثالثة نص الحديث يدل على أن عصر هؤلاء الخلفاء كان عصر قوة ومنعة وعزة فهل حدث هذا في عصر هؤلاء الأئمة لم يحدث ذلك كان عصر ملاحقة وخوف وهروب ولذلك يقول الشيخ الإسلام كلام مهم جدا قال من ظن أن هؤلاء الاثنى عشر هم الذين تعتقدوا رافضة إمامتهم فهو في غاية الجهل فإن هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف إلا علي بن أبي طالب وأما سير الأئمة غير علي فلم يكن لأحد منهم سيف لا سيما المنتظر بل هو عند من يقول بإمامته إما خائف أو عاجز وإما هارب مختف من أكثر من أربعمائة سنة هذا في وقت شيخ الإسلام طبعا أربعمائة سنة كما يقول وهو لم يهد ضالا ولا أمر بمعروف ولا نهى عن منكر ولا نصر مظلوما ولا أفتى أحدا في مسألة ولا حكم في قضية ولا يعرف له وجود فأي فائدة حصلت من هذا لو كان موجودا فضلا عن أن يكون الإسلام به عزيزا طبعا في كتاب يعني لو لن الحلقة انتهت وأريد أن أعلق تعليقا طويلا لعل أرجوه إن شاء الله فيما بعد لكن أشير إليه إشارة في فتح الباري بن حجر ذكر هذا الكلام معلق عليه هذا الحديث وقال هناك تساؤلات كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخلافة بعد ثلاثون سنة وأنتم تقولون في إثنى عشر خليفة طب الثلاثين سنة التي كانت بعد النبي كانت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وشيئا من خلافة الحسن وقال أيضا في سؤال آخر قال إنه ولي الخلافة أكثر من هذا العدد لهو إثنى عشر خليفة ونقل وقال الوجه الثاني في هذه المسألة في الاستدراك بعد أن أورد حديث إثنى عشر خليفة أشار إلى قول شيخ الإسلام وقال يكون إثنى عشر خليفة بعد المهدي بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمن أصلا قال في كتاب دنيال اليهودي إذا مات المهدي ملك بعده خمسة رجال من ولد الصبت الأكبر وخمسة من ولد الصبت الأصغر ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد الصبت الأكبر ثم يكون إثنى عشر ملكا كل إمام منهم مهدي والوجه الثالث الذي أورده ابن حجر في الفتح أن المراد وجود إثنى عشر خليفة في جميع أمة الإسلام وإن لم تتوالى أيامهم وقد علقنا قبل ذلك على هذا الحديث وإن شاء الله نعلق عليه بشيء من التفصيل ونورد أقوال أهل السنة فيه انقدر الله لنا بقاء ولقاء ليس على سبيل التعرض لهذا الحديث بشكل على أساس أنه كدراسة تفصيلية ولكن على أساس أنهم يستدلون به ويعتبرونه من الأدلة التي تثبت دينهم وأنا كما قلت أتعجب من هؤلاء القوم الأفاكون المحتالون المتأمرون الذين يستدلون على عقيدتهم من كتاب غيرهم ولا يوجد لهم في كتبهم شيئا يستدلون به على معتقدهم إن شاء الله في الحلقة القادمة نناقش هذه المسائل بشكل من التفصيل إنقدر الله لنا بقاء ولقاء هذا وصل الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم